لا تزال السلطة العليا تراهن لبعث قطاع النقل سيم الجوي منه رهانات عديدة بدءا من اقتناء طائرات جديدة تجديدا للأسطول وصولا إلى وضع ورقة طارق مضبوطة لإعادة تسيير هذا النوع من النقل سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع نستعين بالخبرات القديمة لتحسين مردودية هذا القطاع اللي هو قطاع هام قطاع النقل الجوي قطاع هام جدا بما أنه عنده مرحلة الذروة ومرحلة العمل العام يعني مرحلة الذروة تكون في موسم الاستياف لا بد من إعادة تنظيم هذا القطاع الذي هو قطاع حساس جدا ولا بد من إعادة هيكلة الإدارة الخاصة بهذه القطاع والبحث والبحث حاليا على أخصائيين وبحث على أناس أكفاء وإطارات الدولة حاضرين يعني باش يقوموا بالواجب طرق حديثة جديدة للتسيير واستغلال الكفاءات وكذا رسم مخطط عصري إحدى النقاط الهم لمنافسة باقي الأساطين أنا أنصح بتدعيم بالطريقة بتسير جديدة ومستحدثة وهذا وفق معايير دولية مع وسائل وتقنيات حديثة بوركواباوس هي دعم المسيرين بكفاة جديدة وتطوير التكوين والتأهيل للمستخدمي الشركة أنصح أيضا أن يكون هناك تركيز على النقل الدولي وهذا بعد الدعم من طرف سيد رئيس الجمهورية بخمسة عشر طائرة تطوير الخدمة الرئيسية العمل على حصول على مكان مرموقة في إفريقيا على مستوى البحر العبيد المتوسط لمالا بأسعار وخدمات تنافسية هذا النوع من النقل ونظرا لما يلعبه من دور في خدمة المواطنين بدرجة أولى والاقتصاد الوطني يحتاج إلى أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى